بمناسبة أجانب نادي الزمالك هل عندك معلومة أو تسمع معلومة هل فعلا الزمالك مازال يفكر في أشرف بن شرقي؟ هو الزمالك مازال يفكر في جناح شبال جناح شبال حلو دلوقتي أشرف بن شرقي أنا ما قدرش أتكلم عليه أنا أتكلم عليه لأنه هو رجل متعقد في نادي صح تمام؟ الوحيد اللي كانت بتتردد عليه الأسامي وفي إيجارية اللعب اللي هو كان بيلعب في فيفر بورو ريدنج صح ويعمل لكن يعني أشرف بن شرقي قبل يناير وقبل ناديه ما يصيبه أنت بدرش تكلم عليه إلا لو هتروح تشتري بالناديه أو ناديه هيصيبه لا ناديه غريبا هيصيبه دي يعني برضو لتعاقضي نادي الزمالك ما يقدرش يكلمه أساسا في الفترة دي عشان ما عشان ما بتعاقد معنادي تاني لا أعصد أنه أشرف بن شرقي كده كده وكان متعايد معفلاته القطرية دي لعب بطولة أسية بس لا هو سنة اه سنة تعاقد لمدة عام سنة سنة ما تقيدش محليهم بيلعب أسية هل ممكن يسيبه في أي وقت لو ما هو كفهم في أسية مش كويس فممكن يسيبه هل ساعتها الزمالك ممكن يدخل في الأمر أعتقد هيبقى من الأوبشد اللي بتروحة على نادي الزمالك وساعتها يعني الاختيار بيبقى لجنة الكورة والجوزيجوميز ويشوفوا إيه القرار اللي هو جوزيجوميز مواجب أوي بإيجالية صحيح آه قوي مواجب أوي بيه بس هو جوزيجوميز يعني نقص سامي الشيشيني ومحمد صبري عارف بقى عايز لعيب رقم 6 زي سامي الشيشيني لو بيمسك الكورة ويطلع من تحت ويلعب الفرقة كلها ونقص محمد صبري وينجليفت واحد لواحد بيرقص ورجل رايح عالجون انت لو جبت له لعيب زي ده ولعيب زي ده أعتقد فرقة الزمالك هتبقى كتمرت هو عايز ده هو عايز ده هو شايف إيجارية انه هو لعيب حريف جارية محمد صبري آه يعني إيجارية بقى محمد صبري هو لعيب الحريف اللي هو بيرقص ويدخل ويشوت طب هو كان مش ليه أصلا لما يتجاب شوية قاعد يعمل اختبارات كده هو عمل الكشف الطبي ومشي الواحد مش الواحده لانه برضه مش مفهوم بس ما عندهش مشاكل لا 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 ففيش اي مشاكل خالص خالص هو كان جاي على حساب وكيله وقاعد ومشيه خلص هو يعني ما بس وارد انه يرجع تاني وارد انه يرجع بس لانت الزمالك بيقدرش يعمل اي حاجة غير لما يمشي محترف من عنده هاي اراعك في مش لك مش لك أكيد لعيب كويس بس هو برضه هل هو ده أكيد لعيب كويس أكيد لعيب كويس لأنه كان في الدولة التركية ماشي كويس كان في الدولة السعودية ماشي كويس بس هل هو ده اللاعب اللي هو محتاجه المدرب اللي ماشي مع خطة المدرب هو ده اللي احنا هنشوف يعني انا مش مع الحكم ان احنا نحكم على لعيب أجنبي بعد مطشا أو اثنين هو بس للأسف عشان بنتايج من أول مطشا من الأول خمس دعاية نور نور قوي قوي فكله مستني لأ يعني برضه نوعية اللعيب البولندي دي أول مرة يعني أنا أول مرة أشوفها في مصر زمان كندي المصري بيجيب لعيبة من ألبانيا تمام لكن البولندي ده أنا أول مرة أشوفه أنا شخصيا في مصر فشايف أنه هو لسه يعني محتاج شوية تأقلم معاه أقدر أقول لك النادي الزمالك بقى استفاد بحاجة وعمل حاجة ذكية جدا اللعيبة اللي تحت السن هو جابت نين نهاردة كان عنده أو الناس كانت بتقول أنه فيه مشكلة في مركز المساك جوميز اتفرج على جيفرسون كوستا وده لعيب كويس قوي من نشئين بنفيكا وبعد كده راح نادي تابع بنفيكا برضه في الدرجة الثالثة في البرتغال ولعب جوميز شافه وعينه جابته فهو جابه رعيب تحت السن بس قفله حتة مركز المساك لو ازنق هو موجود